انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات جناف حول سوريا برعاية الأمم المتحدة الجمعة من دون أن يطرأ أي تغيير على مواقف الحكومة والمعارضة رغم محاولاتهما إظهار إيجابية للمضي في مسار التفاوض للأسف انتهت هذه الجولة ولم نتلقى رد الأطراف الأخرى أو المنصات الأخرى ولا على أي ورقة من أوراق هذا لم يعد مستغرباً فهؤلاء لا يريدون مكافحة الإرهاب وكان الجعفري يشير إلى رفض المعارضة أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية لحل النزاع في سوريا ولن نتردد في التزامنا بالانتقال الحقيقي بما يضمن رحيل مجرم الحرب بشار الأسد لأن الانتقال هو المفتاح الأساسي للحل السياسي إلا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أشار إلى تحقيق تقدم خلال الجولة الخامسة رغم إقراره بأن مفاوضات السلام الحقيقية لم تبدأ بعد في أي عملية تفاوض ثمت قضايا تحتاج إلى تحضير ونقاش قبل بدء مفاوضات السلام الحقيقية ومن الواضح أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد لكننا بدأنا نهتم بكل هذه الأمور الآن ومن هذا المنطلق نرى في ذلك تقدما أو تحضيرا للتقدم ولفت ديمستورا إلى أن الأطراف كافة وافقت على العودة إلى جناف لجولة سادسة في موعد لم يحدد بعد وناقش المفاوضون أربعة مواضيع هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب ويعتبر الوفد الحكومي أن بند مكافحة الإرهاب له الأولوية المطلقة بينما تصر المعارضة على بحث الانتقال السياسي بوصفه مظلة شاملة للعناوين الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر